نعمل بقى لتفاح المقادير بتاعتنا هستعمل أربع حبات تفاح متقشرين ومتقطعين صوابع خلاص؟ أي نوع تفاح هيمشي معاك لو ميزز بيبقى أحلى ليه؟ المزازة مع السكر هتدي تعمل حلو قوي لو التفاح بيزز هيبقى أحلى معاك هستعمل كوباية نشا أو كورن فلاور اللي موجودة عندي كوباية سكر معلقة كبيرة قرفة وشوية زيت عشان أحمر فيها يبقى المقادير بتاعتي من تاني أربع حبات تفاح متقشرين وتقطعين صوابع صوابع تخينها ما تبقى شوفيعة بصوا الصوابع تخني إيه؟ ما تبقى شوفيعة لأنها هتتهري وتتقطع وحستعمل كوباية نشا أو كورن فلاور كوباية سكر معلقة كبيرة قرفة وزيت للتحمير وصص الشوكولاتة بتاعي بقى كوباية سكر بودرة نص كوباية لبن حليب وخمس معالي كبيرة كاكاو يبقى صوص الشوكولاتة كوباية سكر بودرة نصف كوباية حليب خمس معالي كبيرة ككاو ممكن ما عملش صوص شوكولاتة ممكن احط معلقة ساور كريم جنب الصوابعة الفاحة اغمسها فيهم ممكن احطها في صوص شوكولاتة ممكن احطها في صوص لبن اي صوص انت عايزاه هتستعمليه جنبها بصي اي سيلفا انت هتعملي ايه؟ انا اللي هعمل بك انت اللي هتعملي طبعا انا جايبينك للنهاردة شان انت هتشتغل قادي النشا او القرنف لون وهتغطي التفاح بهم يعني بصي كده هون طب ده بقى ليه؟ علشان يعمل طبعا مقرنشة على التفاح النشا ده زي مثلا ما باجي اعمل صدور الفراخي القانية نا ما عملت دقيقة لكن النشا هنا هيبقى احلن ومش حجين طبقة الدقيقة فيه كمان وصفة بالتفاح بتقلي بس بتغمس بتعمليه دبت في عجينة وبعدين بتقليه تحطي له سكر لو عايزة تلبسي البوسي اه اهو 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 يبقى انت انا هragtارك التفاح انا هو تشتغلي فيها على ما عمل الصاص بتاعي بصوا لو في حتة مستويه في التفاح مش مشكلة الزيت لازم يبقى سخن علشان يعني لما التفاح يكون مستوي اكتر كل هذا ما يكون احلى اه لا مش الدرجة دي يعني لغات كده اوكي لكن ما تبقاش كلها مستوية هتفاشلش معك في الزيت يعني لازم تبقى معقولة بس انا قنظر لو فيه شوية مش هيبقى فيه مشكلة التفاح كله هنغطيه وهنحطه ايديك الطبقة تاني طب العجينة اللي بتقولي عليها زيت ازاي بقى بعمل عجينة من دقيق ومية ورشد بيكين فاودر وبحط لها كلاب سودا عارفة السودا اللي هي مية السودا فبتخليها تفور اروح مغتسة فيها التفاح وقالية برضو بس انا قلت النهاردة دي الوصفة اسهل دي اسهل علشان كده ايه قلت عاملها خلينا في البداية في الاسهل الصوس بتاعي هجيب الكبه وهحط فيها السكر والكاكاو واللبن بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين بضربهم كلهم مع بعض انا بستعمل طبعا في اي صوس شوكولاتة بستعمل كاكاو خام ما بستعملش الكاكاو اللي افنا بستعمله لله كاكاو خام؟ كاكاو خام يعني كاكاو غامي من جل السكر عشان دي تعمل شوكولاتة لكن لو استعملش الكاكاو اللي ادوبه في اللبن مش هاديه يستعمل ده خام خبشي كمان كمان؟ اه يعني انا لسه مبارح عاملة ليزي كيك اه ليزي كيك فضيحة برضو بالكاكاو الخام اه لا انا عملتها بقا بكاكاو عادي ما لقيتش ثلاث ماكا غامعة؟ اهم حاجة طلعت حالوة اهم حاجة حالوة عجبتهم مبارح؟ اه عجبتهم مبارح؟ بصوا انا بحمر التفاح نحط كمان؟ اه اه حطيهم كلها كوباية النشا دي او الكورن فلاور بتغطيني من 4 ل 5 تفاحات؟ اه ناجي اللازانية بتاعت ما خلصوا التفاح بحمرو زيت غزير مو بياخدش معي وقت بيتحمر بيبقى تعمو حي وقوي خسرهم بقى برش عليه قرفة وبرش عليه سكر بعد ما يطلق بس ههم بطلقوا على منازين الورق علشان ايه؟ يمس الزيت الزيادة كده ههم انا عايز اروح اشوف الصوس بطيعي صوف شكولاتة بطيعي اه دي اللازانية ايه خمسة صافين بقى واو كده هوا الصوس لو انت عايزة تخين يعني انا عاملة صوس شكولاتة عشان يبقى فيه ديب كده ان انا اغمس فيه التفاح لو انت عايزة تخين هتعمل ايه؟ هتزوزي معالاية نشا وتحطيه على النار بس انا مش عايزة تخين انا عايزة صوص سايد عشان ديب عشان ديب اه عشان يبقى تعمو حلو معا ما شاء الله عليك مش جاية معايا تاني عايزة اشتغلي تاني؟ كده هو ادي الصوس نجيب ايه حاجة نحطهاها هيا يحمك الصوس الشوكولاتة بصوا انا زي ما قلتلكوا هيا بتبقى سايلة صوس سايل تماما علشان احط فيه دب الصوابة التفاح بتاعتي عايزة صوت تخين مسلا مش عايزة للتفاح ده عايزة تعبليه في اي حاجة تانية معالاية نشا وتقلبيه على النار هيجمد معاك وحبقى زي الفول فيه ناس بتحبها مستوية قوي طب اتحمرها جامد وفيه ناس بتحبها مرمشة شوية طب متحمريهاش ديها متحطى اللايها باللون ده بتبقى يعني يا دوبك بتاع تخش في الدهبي علشان ما تتراش معاك لو انشوا تحب الاتفاح مستوي قوي حتحمريها الغات لما هي بقلونها دهبي دهبي انا هتطلحها كده هو وبعد كده هو وليلها ايسل ايه اكتر حاجة بتحبي تعمليه اكتر حاجة التشيز كي وايه الحاجة اللي انت شايفها صعبة الحاجة اللي انت شايفها صعبة مش كتاب تعمليه الناس كتير تفتيجة التشيز كي دي صعبة لا الشيز كي انا كنت فاكرها صعبة بس من ثلاث مش صعبة خالص اوان عشان بحبها يعني اه فبحب اعملها احنا بنروش سكر بودرة وقرفة عليها كده هو وبعد كده هقلبها بالراحة طيب السؤال بقى هو ممكن بدل التفاح ده اي حاجة تانية؟ اي حاجة ما ينفع تتقلي يعني ممكن تعملي انا ناس بس ما ينفعش ما ينفعش مثلا تعملي منجه ممكن تعملي موز الفرقس بيحمره الموز فحسب انت الفاكهة هتستحمل معاك القلي ولا كده هو واردع احط شوية قرفة وشكر بودرة كده هو ونغطي برضو الطبق بالقرفة كده بقى شاف لحال كده هو كده هو ادي هنقدمها جامل الديب بتاعها او صاص الشوكولات بتاعها اشتركوا في القناة